تلالا لا لا تلالا لا 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 تلالا لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلموا على خير خلق الله أجمعين وبعده أيها الأحبة لازلنا في الجانب الأسري في الحلقتين اللي فاتوا وتكلمنا عن حق الزوق وحق الزوجة أن أرضاً أريد أن أتكلم في نقطة في غاية الأهمية حلقة بعنوان رصوص الزعادة الزوجية إيه اللي بيسرق مننا السعادة الزوجية؟ إيه أهم المشاكل اللي بتحصل في البيوت عشان تجد كثير من البيوت فيها مشاكل بل يعني مما يندله الجبين وتتقطع له الأجباد أن أنت تعرف أن في السنة إحصائية أن فيه كل سنة أربعة ملايين حالة طلاق في المحاكم يعني ما معدل كل يوم 250 حالة طلاق يعني كل أربع دقايق حالة طلاق في مصر إيه اللي وصلنا للمرحلة دية؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة يعني حذرنا من مسألة الطلاق والوقوع للطلاق في حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبليس يضع عرشاه على الماء ثم يبعث سرياه فيعني أعظمهم فتنة ألبسه التاج وكان أدنى منه منزلة فيجيب بعضهم ويقولوا يا أبان ما تركته حتى فعل كذا وكذا حتى قتل حتى يعني عقى أباه حتى زنى حتى يعني سرق حتى أنواع المعاصي فيقول لكل واحد منهم ما فعلت شيء يوشك أن يتوب يوشك أن يتوب حتى يأتي بعضهم ويقولوا يا أبان ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقولوا نعم أنت نعم أنت ثم يلبسه التاج أنا عايز أذكر في الحالة دية أهم المشاكل أو أهم لصوص السعادة اللي بتسترق مننا السعود السعادة البيتية السعادة الزوجية أول لص من هذه الرصوص الجهل يعني ما من عقد نكاح إلا وتسمع العاقد يقول على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل يا ترى المرأة علمت ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حقوق لزوجها عليها؟ هل علم الرجل هذا الشاب الذي هو قد أقبل على الزواج؟ هل علم ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حقوق لمرأته عليه؟ طبعا للأسف هذا كله مفقود في أسرة تفقد العلم الشرعي الجهل يا جماعة لابد أن نتعلم كيفية السعادة الزوجية كيف نسعد لابد أن نتعلم الحقوق المرأة تعلم ما لها وما عليها وكذا الشاب يتعلم ما له وما عليه إياكم والجهل اللص الثاني وهو سوء التصرف ممكن تكون المشكلة قادة كده وبسوء التصرف نفاجأ أنها بقية كبيرة جدا يعني في غالب حالات الطلاق أنها بيكون غضب من الرجل برد أحمق من المرأة وصلنا لمرحلة الطلاق سوء التصرف أعظم وأجل عطاء من الرب سبحانه وتعالى للناس الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أنا عايز أحكي لك قصة امرأة عربية وهي بتوص ابنتها قبل الزواج عشان دا وصية للأمهات وللآباء أن هم يعلموا أولادهم الحكمة إزاي يتعاملوا في الحياة بعد ذلك اللي هي أمامة بنت الحارس جلست مع ابنتها في ليلة زفافها قالت أي بنيتي لو أن المرأة تركت الزواج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه ولكن النساء لرجال خلقنا ولهن خلق الرجال ولو أن الموعظة تركت لفض أدب لتركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل أي بنيتي إنك فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى قرين لم تألفيه إلى قرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكوني له أمة يكن لك عبدا أي بنيتي خذي عني عشر خصال يكن لك بها ذخرا وأجرا الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة والتعاهد لمواضع عينه وأنفه فلا تقى عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح والتعاهد لوقت منامه وطعامه فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيس النوم ومغضبة والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله فإن الاحتفاظ بالمال سر التقدير والإرعاء على حشمه وعياله دميل حسن التدبير واتقي مع ذلك الفرحة إن كان تريحة والاكتئاب إن كان فريحة فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير وقوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكن لك إكراما وقوني أطول ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة ثم لن تبلغي ما أردتي إلا إذا أفرته هواه على هواكي فيما أحببتي وكرهتي والله يخير لكي يحدثنا التاريخ أن هذه المرة أنجبت سبعة من الأولاد كلهم حكموا اليمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الحكمة في مرة من المرات يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر عثمان بن ذا إذا بيقول العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل فلما حدث أحمد رحمة الله عليه بهذا قال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل عليك بالتغافل أيها الرجل والمرأة عليها بالتغافل الرجل يعني يتعامل مع المرأة بتغافل عظيم وده كمنهجه صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع نسائه وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض اللص الثالث وهو لص التعالي بيسرأ منا السعادة الزوجية التعالي إن كتير من الشباب أو الرجال ربما تعالى على امرأته بمنصبه بشهادته بعائلته التعالي معول يهدم الحياة الزوجية وبعض النساء للأسف ربما تتعالى على زوجها بمكانتها أو وظيفتها أو مالها أو نسابها أو عائلتها وهذا خطأ أنت يعني إذا تزوجتي اقبلي هدية الله هذا الرجل هو هدية الله إليك وإذا تزوجت هذه المرأة هي هدية الله إليك فاقبلها وإياك والتعالي أيضا من لصوص السعادة الزوجية التقليد التقليد الأعمى ودي آفة خطيرة منتشرة في كثير من النساء أني وقعت في التقليد أنا أختي راحت في المكان الفلاني زجها اشترالها كذا قرطي عملك كذا سوت كذا والرجل ربما يكون دخله ضعيفا ليه لماذا نقع في هذا التقليد التقليد الأعمى معول يهدم الحياة الزوجية أيضا من ضمن لصوص السعادة الزوجية الغياب الطويل عن البيت إن كثير من الرجال ربما أهمل في بيته وسافر سنوات طوال أو امتص العمل كل الوقت وهذا خطأ يعني الغياب عن البيت والغياب عن الزوجة له مضاعفات خطيرة جدا ربما يكون يعني مضاعفات منضبطة بين زوجين منضبطين ملتزمين وربما يكون له كوارث وآثار وخيمة جدا بين زوجين بعيدين عن الشرع عن شرع الله سبحانه وتعالى لغياب الطويل لا إن لأهلك عليك حق الغياب الطويل سواء أكان في العمل أم في السفر هذا لص عظيم المرأة تحتاج إلى رجل يجلس معها يسمع منها وتسمع منه أيضا من لصوص السعادة الزوجية وبسببه بيحصل يعني نسى الطلاق وحالات طلاق كثيرة جدا بخل الزوج وده حافة منتشر في بعض الرجال للأسف أنه ربما يبخل على بيته ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليك النفقة قال سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله أن عيز بشرك بإنفاقك على أولادك وامرأتك ربنا سبحانه وتعالى يعطيك أجر عظيما ربما نجاك من النار وأدخل خير الجنة بسبب إنفاقك على امرأتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علق على موقف في منتهى الروع والجمل لعائشة رضي الله عنها عائشة بتقول في يوم من الأيام جاءتني مسكينة ومعها ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات لكل واحدة منهم تمره فأعطت لكل واحدة منهن تمره ثم رفعت الثالثة لأم لتأكلها فاستطعمتها ابنتها يعني كأنهم بيقولوا الله تمر ذا جميل فأنزلت المرأة التمره ثم شقتها نصفين وأعطت لكل واحدة منهما تمره عائشة رضي الله عنها بتقول فأعجبني شأنها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالخبر فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا المشهد الرقرة إن الله قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار بسبب تمره أن هي أطعمتها للبنتين وإنت بتعمل وبتكتهد اعرف أن هذا من أعظم الأعمال التي تتقرب بها لربك أن أنت تجتهد وتعمل تأخذ بهذا ثوابا عظيما تأخذ به أجر الصدقة قال صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة من ضمن لصوص السعادة الزوجية وهو لص خطير جدا تدخل الأباء والأمهات في الحياة الزوجية خاصة يعني أهل البنت طرح البنت غضانة يعني الأم تسمحها كلام لا أعودي وهنعمل ونسوي والأب يقول لا وهذا الكلام ربما يعني كان معولا عظيما في هدم الحياة الزوجية وأخشى من حال هؤلاء أن يدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أنا عايزة تتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيتعامل مع زوج ابنتك في يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زهب إلى فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عندها علي فقال أين ابن عمك قالت كانت بيني وبينه شيء فلم يقل عندي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند فاطمة ثم قال للإنسان انظر إلي أين علي فأتى وقال يا رسول الله هو راقد في المسجد فزهب صلى الله عليه وسلم وإذا بعليه قد نام على الأرض وقد سقط رداء وقد تعلق به التراب وإذا به صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل من ضمن لصوص السعادة الزوجية ولص عظيم إطلاق البصر وده أنا بحذر منه وأنا جعله في آخر الحلقة لأهمية كثير من الشباب يقلب عينه في القنوات ويطلق بصره في الحرام وهذا له آفة خطيرة وبعدين ينظر لبيته يعمل مقارنات وكذلك المرأة تنظر خارج بيتها وربما تصفحت في وجوه الرجال إطلاق البصر معول عظيم يهدم الحياة الزوجية أليكسيس كارييل قال في كتاب الإنسان ذاك المجهول إن أفضل منهج للبشر هو أن يقصروا طرفهم على زوجاتهم الرجل مات كافرا ولكنه يعني يقول بشرع الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضدن من أبصارهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في بيوتات المسلمين وإذن يدخل على جميع بيوت المسلمين استعادة والفرحة والهناء وأن يبعد عنهم الشرور والمصائب والأحزان وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر